لا يأل الفاسدون في العراق جهداً لاستغلال أي فرصة لنيل المزيد من أموال الشعب وكأنها غنيمة حرب يتنازعونها بينهم قرار جديد أقره البرلمان قبل أيام يقضي بإضافة امتيازات وزيادة في رواتب النواب لتعادل رواتب ومخصصات الوزراء قرار قال بعض أعضاء المجلس في محاولة لذر الرماد في العيون بأنه باطل ويخالف مبادئ المساواة بين المواطنين مشيرين إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي تنص على أن البرلمان لا يملك صلاحية إصدار قرارات تشريعية وإنما فقط يملك إصدار القوانين وفق آليات يفتقر إليها القرار الأخير وبحسب ناشطين فإن قرار البرلمان بزيادة رواتب النواب من شأنه أن يكرس الامتيازات للطبقة السياسية على حساب المواطنين إذ يتمتع النواب في العراق بامتيازات هائلة قد تتجاوز ما يتمتع به وزراء ورؤساء في بعض الدول حيث يلزم القانون وزارة الصحة بعلاج النائب خارج البلاد في حال تعرضه لمرض أو إصابة كما تخصص خمس سيارات رباعية الدفع مدرعة ضد الرصاص لرئيس مجلس النواب وثلاث سيارات لكل من نائبيه في حين توفر الأجهزة الأمنية 16 رجل أمن لحماية كل نائب من النواب نحيك عن الرواتب التي زادها القرار الأخير وكذلك المعاش التقاعدي مدى الحياة للنواب السابقين رغم أن مدة خدمتهم البرلمانية قد لا تزيد على أربع سنوات هو الفساد إذن يتجلى في أبشع صوره صورة تجتمع فيها المحصصة والطائفية ونهب المال العام من قبل الطبقة السياسية في مقابل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانهيار الخدمات ما حول حياة العراقيين إلى جحيم لا يطا موسيقى